موسيقى المترجم للباية من مواد مصنعات غذائية ومن استعمال الأسمي المسرطينا ويجعله أن الصيام في العالم يدافع على الصيام الصيام التغميتان الصوم من ١٨١٦ ساعة أنا في حكم العمل في الأيام العادية كان في فطر وما كانت تغذى لأنني كانت عصاب للغذاء يحبس لك النهار على جوجها ككل له بسبيل الله وكتأكل وكتأكل النعاس ولم تكون شدوز أنا لم أكن أغدى وكنت أعشى شوية بكريم أنا بحالي رمضان دائما عندي تقريبا بالفعل لن أفطر في الصباح ولكن هذا الفطر في الفجر أحتل المغرب كانت تبقى خفيف لأنه قلبنا تذهب وفيتنا كيف يقولون؟ بالفعل في الأول الناس يموم وفيتش يأتيون بحرق الراس وشوية ولهذا كانت تقلقون بشوية هذا شهر من أجل استرجاع الصحة وليس ليس صحة فيزيك صحة بسيكولوجي كل شيء تبقى خفيف تطلعهم جيدا وتصحح رأسك من هذا الطراز العالي وليهذا أنا رمضان دائما ليس لدي المكلة بزاف أنا قد يقولون لي بولدتي كبروة بارك الله هذا غير أنا والزوج ديالي لم يكن تطلعها مرادة لم يكن تحفظوا على الصحة لأنها تشرب حريرة أو صوبة أو شيء صحة معها أو صحة وتكون شيء صحة خفيفة أم إبن عليه السلام كما تستطيع الدواء لا تضع أغلق وليس من المكلة لأنكم يتصلون علينا ولي luxurious جميعا لكي تهلنا من ذلك الغضاء لا تذهب كل مكان ووفيس من تغ Legion في حياتك تنظيم نظام. انظام حياتك. لأنه النظام هو سبب النجاح. كنت أقول حتى بسبب الشباب. ودائرين تجاربهم. نظام حياتك. يمكنك في نهار تجارب واحد العداد من الأمور. ونجح ذلك. إذا كنت أتضم. لقيت أن تفرج من هنا و60-40 تسويح. هذا لم يكن رمضان. لن يستخدم الجميع. في رمضان أنا أعجبني كثيراً هذا الشهر مهم في حقيقة البدري كانت تحركت قليلاً على التنقلات لا كانت تنقلات كثيرة في المدن وهذا الشهر الذي قبل كله قدرت فيه واحد العداد في المغرية تحركت قليلاً في رمضان لا كانت في الدار البيضاء إذا كانت تبعت كثيراً سنذهب إلى الرباط هذا الشيء في الدار البيضاء والرباط ونحاول نشتغل إذا كانت نحاول بثاً حوالياً لو لم أعرفوا ماذا لأوقات الخورى كنت أدروا في شهر رمضان وكانت من المغربة والمغنبيات كلهم حاولاً رمضان مبارك سعيد حاولاً عافية وليس تقلق إليه بالعكس في شهر رمضان نتكار الوليد أنه يدعين برمضان يخذفها بحيات العيد ورمضان كله عيد ولهذا أحتفاظه السبب يستطيع أن ترتاح وسيلة بمفيدة على كل الوجهات باش يمكن لناس ترجعوا الصحة دينا وهذا وكناتمنى انهم مران بان وحد العداد دي الناس تحصل عندهم القنعة بانه مخصمته وما يكونوا الى صفوف المناظلين اللي باغين بلادهم تغير باتجاه انه تحقق العدالة المجالية والمناطقية والاجتماعية وتحقق المساوات واننا نبني بلادنا قوية بلاد قوية اللي غادي تكون قادرة باش تواجه الإكرهات اللي هي كاينة وانها ترفع التحدية اللي هي بوجودة وان هذا العالم اللي كعرف تقلبات احنا غادي المغرب نديره منه منارة في هذا العالم الجديد اللي هو كيتشكل ولما لا هذا الشهر كيف كقوله ديال ديال المغفرة وديال التصالح لقوشي طريقة احنا نتصالحه مع جيراننا الجزائريين ومع أخوتنا الموريطانيين ونبدأوا نفكروا بجدية بعيدا عن كل ضغوطات خارجية في هذا المغرب الكبير اللي غادي يمشي حتى الليبيا من موريطانيا حتى الليبيا هلو المشاكل ديالنا ماش يمكن لنا الخيرات لكينا اننا نقتصمها بناتنا وانه يكون تكامل علمي تقافي اقتصادي من هاد المنطقة هدي ديالنا لان منحقنا مخصش نتدروا شو واحد يعطينا الاشارة ديال الدوء الأخضر ماش ندروا هاتشي احنا خصنا ناخدوه نكونوا مبادرين وهنا مش غير يعني اللي موجودين في السلطة خاص ايضا المواطنات المواطنين المجتمع المدني بمتقفه بمناضره مناضلاته ام الدلد الخطنة المغاربة وانتحنا ندروا شي شي قفزة نوعية ما كناش كنتظرها وكنا كنقلوا بقى بعيدة نحقها حين تحققنا المغرب الكبير غنكونوا تحنا ندرنا واحد الخطوة ممتازة باتجاه هاد العالم اللي بغينا يكون اكثر عدلا اكثر انسنا اكثر احترام للبيئة وفيه احترام ديال الانسان الاخوه الانسان وهذا الانسان يرجع من الجسعة ديالو يرجع من هاد الكبرياء ديالو يرجع من هاد الغطرسة ديالو باش ممكن لنا نبنيه واحد الاخوة انسانية كبيرة ونسجو علاقات بينتنا بين الانسان واخوه الانسان وبين الانسان وبين الطبيعة تكون مهمة باش يكون هاد المسيرة ديتنا في الحياة اللي هي غير مسيرة قصيرة تكون عندها معنى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر